الولدين من إجريهم هيك صغار أول مخلقانين بقول له يا سيدة لقيت هدول ولدين شيعمل في يون يمت ربني كانوا عدمينش تلاتين أربعين واحد بقول له يا سيدة لقيت هدول ولدين شيعمل في يون قال له قوسون ظليت يوم كامل نمت يوم كامل بين الأمح كان فيك أمح كان بوقتها موسم أمح نمت بين الأمح الثاني يوم بقوم مثلا بيهرب برجع مثلا بتخبى بمقبرة ثالث يوم بتخبع سقف تمت تمت عادل حالي تقريبا شو ثلاثة أربعة أيام أني أنا ما بعرفين أهلي وأهلي ما بعرفين أنا بوصل للبيت بلاقي بيتنا محروق وبلاقي أمي قدام باب البيت عم تقول لي أنه محروق البيت ومهبط البيت كلياته بهاي الحارة اللي أنا ساكن فيها تقريبا راح من فوق الأربعمائة شهيد بس بهاي الحارة اللي أنا ساكن فيها يمت جمعنا الشهداء حطناهم بمسجد أبو سلمان الدراني بوقتها أنا برجع للمزرع اللي كنت فيها بلاقي رفقاتي نفسهم لأنا كنت معهم مقتلين بالمزرع مثلا ثلاثة أربعة ما بعرف وين هني تخبوا وين هاي لقيتهم قدام المزرعة حطوناهم بغرفة صغيرة وعدمينهم بقلب الغرفة بلاقي ابن خالتي من بناتهم وبلاقي رفقاتي هني نفسهم اللي كنت أنا وياهم أحد أصحاب اللي ناجي من المجزرة عم بيحكي ليشو صار معه انه يمت عدموا بس لرصاصة ما قتلته اللي صفونا بشكل دائرة هيكي وقال له لأبو قال له منو هاد قال لهن ابني انه اختار ايا نقوس لك مثلا الكبير ولا اللي صغير اوس مثلا الكبير بعدين رجع اوس هذا نفسه اللي عم بيحكي لي يمتها ما مات جت لرصاصة ما كانت قاتل عمل حاله ميت وقتلو الأب وقتلو الهاي اللي فجأة بسمع انه لأنه حامل ولدين من اجريهم هيك صغار أول مخلقنين بقول له يا سيدا لقيت هدول ولدين شا عمل فيهم يمتها مني كانا عدمين ش تلاتين اربعين واحد بقول له يا سيدا لقيت هدول ولدين شا عمل فيهم قال له قوسهم قال له أو قللك لا تقوسهم مو حر زان رصاصتين فيهم خليك يحملهم من اجريهم هيك وضربهم بالأرض قال له يحملهم هيك ويضربهم يضربون على الدرج هيك لفتح راس الأطفال طفلين بيرضى وماتهم محافظات ليقولوا للمجتمع الدولي نحن كل يوم عنا مجزرة وكل يوم نحن عنا تأجير أنت وينكم؟